اشتركوا في القناة الاسلم الاصلي فهذه الاثنين راح يشتغل عليهم التعديل اللي راح نستخدمه اليوم وممكن انكم تتبع نفس الخطوات على البلاي ستيشن فات فاليوم راح ننزل برنامج اسمه فانتونا عشان يشغل الالعاب عن طريق اللي هي الميموري ستيك فرح تحتاجوا اللي هي الميموري ستيك زمن تم لاحظين هذي الميموري ستيك الافضل انها تكون نوعية ممتازة عشان ما يخرب معاكم التعديل ويشتغل بشكل طبيعي ايضا محتاجين اللي هي الميموري ستيك الخاصة في البي اس تول اللي هي بيكون عليها ماجيك جيت ملاحظين في كلمة ماجيك جيت تحت ثمانية ميجا بايت الافضل انها تكون ايضا مكتوب عليها ماجيك جيت واخر قطعة محتاجينها اللي هي دي في دي لازم يكون الدي في دي في دي موجود عليه اللي هي دي في دي ناقص ار زمن انتم ملاحظين في هذا الجهة ملاحظين على اليمين دي في دي ناقص ار فهذه الأفضل إنها تكون موجودة أيضا عشان يقدر البلاي ستيشن 2 يتعرف على هذا النوع من الأقراس لأنه مجرب مني شخصيا والجهاز اللي عندي يتعرف عليه بشكل ممتاز فاليوم راح نشوف هذه الطريقة وكيف تعدل منها جهاز البلاي ستيشن 2 فرح تكون إن شاء الله الطريقة سهلة لكن أهم شي تنتبهوا للخطوات اللي موجودة في هذا الفيديو فخلينا بالوقت الحالي ننتقل للكمبيوتر ونشفشوا البرامج المتطلبة عشان نقدر نعدل فيها جهاز البلاي ستيشن 2 ونشغل الألعاب عن طريق اليو اس بي انتقلنا بالوقت الحالي على جهاز الكمبيوتر في عنا ثلاث روابط طبعا هذا الروابط راح تكون موجودة بالتفاصيل في عنا الرابط الأول اللي هو من موقع جيت هب ففي عنا اللي هو برنامج اللي فري دي بي دي بي بوت هذا راح نحمله بيكون عنا الخيار اللي تحت اللي هي read from here if you have a playstation 2 slim فهذا الخيار الموجود عنا راح نختاره واذا كان عندكم بلاي ستيشن 2 فات اللي هو الكبير بتختاروا هذا الجهاز طبعا البلاي ستيشن 2 slim بيشمل الجهازين اللي هو تسع آلاف وايضا القديم بالوقت الحالي احنا راح يكون عنا جهاز بلاي ستيشن 2 slim فرح نختار الخيار الأول اللي هو بيخص جهاز بلاي ستيشن 2 slim فبتطلع لنا هذه الصفحة الثانية بيكون في عنا ستيب 1 اللي هي الخطوة الاولى اللي هي نحمل برنامج الايزو فبنضغط على هذا الرابط بيكون في كلمة download فبنخلي هذا الرابط يحمل او الملف اللي احنا حملناه طبعا هذا بيكون الملف بيخص جميع انواع بلاي ستيشن 2 slim والرابط الثاني راح يكون فيه اللي هو برنامج الفانتونة free macboot for fortuna زي ما انتم ملاحظين هذا هو الموقع اللي بننزل للأسفل طبعا بيكون في عنا download وتحتيه link او رابط ما تضغطوا على هذا الرابط بتضغطوا على الملفات الثلاثة ملاحظين انه في عنا ثلاث ملفات بنضغط على هذا الملف بالتحديد اللي هو اعلى واحد على جهة اليسار فبيبدأ البرنامج بالتحميل فبالوقت الحالي راح ننتقل للرابط الثالث طبعا هذا موجود عندي على الجهاز طريقة تحميله بسيطة كاي برنامج بتحملوه على جهاز الكمبيوتر فقط بتضغطوا على كلمة download وبيبدأ البرنامج بالتحميل وبتعملوله on install لكن فيه طريقة راح وارجيكم اياها انه كيف تحرقوا البرنامج اللي حملناه مني شوي على قرص ال dvd بشكل صحيح بدون ما يحصل معاكم اعطال بعد ما حملنا الثلاث ملفات زي ما انتم ملاحظين فيه عندنا ال image burn انه في عندنا الملف اللي حملناه اللي بيخص اللي هو القرص ال dvd وفي عندنا الملف الاخير اللي هو الفان تونة اللي بنحمله على الميموري ستيك في البداية راح ندخل على برنامج ال image burn بعد ما انا اعماله on install طبعا الطريقة سهلة زي ما شرحت لكم فبتطلع لكم هذه القائمة طبعا عندي انا البرنامج معدله فكيف تعدلوك قبل ما تعملوا عملية الحرق على اللي هو قرص ال dvd بتروحوا على كلمة tools فبتنزلوا للأسفل بيكون في الأسفل في خيار settings طبعا هذه افضل عشان يصير حرق الاقراص مية بالمية وما يصير في عندكم مشاكل فبنروح على كلمة right زي ما انتم ملاحظين هذه كلمة right نضغط عليها بيكون في عندنا على اليمين اللي هو خيار option هذا هو خيار option في هذا المكان فاذا كان عندكم بالخيار الاول نقطة بتحطوها على الخيار الثاني فبتكون اسمها user specified فبنضغط عليها بنحط النقطة على الخيار الثاني وايضا بيكون في عندنا هذا المربع فعندكم بالاساس ما بيكون في ارقام لكن احنا راح نوضع في ارقام عشان نجهزه وما يصير في مشاكل فبتوضعوا نفس الرقم الموجود عندي اللي هو بالبداية 1913760 فبعد ما انتهينا من هذه الخطوة بنضغط على اوكي فبالوقت الحالي راح ندخل اللي هو القرص بالجهاز لكن راح ندخل في البداية على كلمة right image file to disk فبتطلع لنا هذه القائمة فبالوقت الحالي راح نضغط على please select a file اللي هو راح نضغط اللي هو all ps2 all ps2 slim english language.iso فبنبحث عن هذا الملف زي ما انتم ملاحظين هذا هو الملف بنضغط عليه open طبعا الملف صار موجود لكن لازم ندخل القرص في هذا المكان زي ما انتم ملاحظين في كلمة device not ready فلازم ندخل القرص بالوقت الحالي فالافضل انه يكون القرص فارغ مية بالمية ما في عليه معلومات بالمرة يعني يكون قرص فارغ لانه ما راح يتعرف عليه البرنامج اذا ما كان القرص فارغ طبعا هذه الخطوة راح اصور لكم اياها من خارج الجهاز عشان راح ارجيكم خطوة مهمة عشان ما يصير في عندكم اخطاء في عملية حرق البرنامج على اللي هو ال dvd فالزي ما انتم ملاحظين بالوقت الحالي راح ندخل اللي هو القرص dvd-r ملاحظين هذا هو القرص زي ما شرحت لكم الافضل انه يكون فارغ حالة القرص ممتاز عشان ما يصير في مشاكل في النسخ فراح نوضعه داخل اللابتوب عشان يتم عملية النسخ على هذا القرص وايضا يكون القارئ عندكم يشتغل مية بالمية ما يصير في مشاكل في عملية النسخ لانه هذه من اصعب الخطوات الصراحة اللي حصلت معي لان انا شخصيا استهلكت اكثر من عشر اقراص بسبب فشل قراءة اللي هو القرص للبرنامج اللي حملت عليه وايضا البلايستيشن ما كان يتعرف على الاقراص فهذا الموضوع حساس الافضل انكم تنتبهوا في هذا الخطوة وتعملوا التفاصيل اللي شرحت لكم اياها فالحين راح ننتقل وننسخ البرنامج على هذا القرص طبعا بعد ما دخلنا القرص في الجهاز فالافضل انكم تروحوا على كلمة write زي ما انتم ملاحظين فيه عندنا كلمة write speed توضعوها على اللي هو 2x عشان ما يصير فيه خطأ في النسخ فبعد ما انتهينا مكتوب عنا ready يعني القرص موجود داخل الجهاز والبرنامج موجود برنامج برنامج الامج burn البرنامج موجود داخل الامج burn كل شي جاهز صار عنا والwrite speed اللي هي x2 فرح نضغط على هذه الصورة فرح يبدأ البرنامج في النسخ على القرص فرح تاخذ شوية وقت في الافضل ان ننتظر لا حد ما يتم نسخ البرنامج على القرص زي ما انتم ملاحظين في منتصف عملية النسخ القرص بيطلع تلقائيا من الجهاز لكن عملية النسخ ما انتهت ملاحظين انه طلعت لنا اللي هي رسالة على الكمبيوتر العملية ما انتهت لحد الان فهذا الخطوة لازم تنتبهوا لها لازم ترجعوا القرص مرة ثانية على الجهاز عشان يكمل عملية النسخ على القرص فبنضغط على اوكي على هذه الرسالة فرح يكمل عملية النسخ البرنامج على القرص فبعت ذر شوي من الصورة الموجودة عندي لكن حبيت ابرجيكم كيف الجهاز من الخارج لانه هذا فعلا خطوة مهمة ملاحظين انه طلعت لنا اللي هي رسالة اوبريشن سكسسفول طبعا هذه الرسالة لازم تطلع لكم عشان يكون عملية الحرق على القرص تكون ناجحة مية بالمية وما يصير في اخطاء في عملية النسخ بالوقت الحالي بنكون انتهينا من القرص منستطيع ان نضغط اوكي على هذه الرسالة ونستخرج القرص من الجهاز بعد ما انتهينا وجهزنا اللي هي ديسك الدي في دي بي دي بي بيكون في عنا اللي هو ملف الفانتونا بنعمله اكستراكت في هذا المكان عشان نجهز منها اليو اس بي طبعا ملاحظين عملنا له اكستراكت هذا هو الملف بندخل عليه دبل كليك فبيكون عنا اكثر من ملف في هذا المكان راح ناخذ فقط الموجودة في الاسفل اللي هو يولنش الف وفانتونا اه ار تو دوت بي اس يو فهذول الملفين الفقط الوحدات اللي راح ناخذهم ونوضعهم على الاس بي فمنعمل كوبي لهذول الملفين طبعا لازم تكون اللي هي اليو اس بي موصولة بالكمبيوتر عشان نجهزها بعد ما وصلنا اليو اس بي بالكمبيوتر طبعا انا عندي حجمها اربعة جيجابايت فمنضغط رايت كليك لازم نعمل فورمات لليو اس بي ملاحظين انه لازم تكون عندنا الفايل سيستم في خلال الفرمات فات 32 فلازم تكون عندكم فات 32 عشان البلايستيشن 2 يتعرف عليها فبتضغطوا على ستارت فرمات في حال اذا ما اشتغلت معاكم الفات 32 فبيكون في عندكم خلل في الويندوز فالافضل انكم تاخذوا اليو اس بي وتعملوا لها فرمات من كمبيوتر اخر عشان تم عملية الفرمات بشكل صحيح وما يصير في عندكم مشاكل بالنهاية لازم توصلوا للفرمات فات 32 عشان البلايستيشن 2 يتعرف على اليو اس بي فبعد ما انتهينا وعملنا فرمات زي ما انتم ملاحظين هذي هي اليو اس بي ندخل عليها double click ومنعمل بيست الملفات في هذا المكان فزي ما انتم ملاحظين الملفات صارت موجودة على اليو اس بي في الوقت الحالي منقدر نفصل اليو اس بي من الكمبيوتر وننتقل للبلايستيشن فبعد ما انتهينا من الكمبيوتر راح ندخل الي هي اليو اس بي وايضا راح ندخل الميموري ستك في البلايستيشن وندخل الي هو الدي بي دي هذا راح تكون اخر خطوة راح نعملها في البلايستيشن بما انه كل القطع صارت موجودة داخل الجهاز لازم بالوقت الحالي انشغل البلايستيشن لازم يكوني اللي عندنا في الزاوي زي ما انتم ملاحظون الدي بي دي فيدي يعني ليازم الجهاز يتعرف عليه على طريق اساس انه فيديو فلازم ننتظر شوي لا حد ما تروح هذه الشاشة السودة يعني هذا ايشي طبيعي راح تاخد وقت لحد ما تشتغل على الجهاز زي ما انتم ملاحظين في حال اذا ظهرت الكم هذا القائمة طبعا يعني كل القطع اللي وضعتوها بالجهاز الـ USB والبرامج والقرص كلها تعرفت بشكل ممتاز على الجهاز ففي الوقت الحالي راح نروح ونضغط دائرة على الفايل براوز وننزل للأسفل لاحد ما نوصل ملف تحت اسم ماس بنضغط أيضا مرة ثانية دائرة فبيكون الملف الأول اسمه U-Lunch بنضغط عليه دائرة مرة ثانية فبيكون أيضا في ملف ثاني داخله اللي هي WorkingULE.1000 فمنضغط عليه دائرة فرح يعمل زي restart سريع ويرجع للملفات مرة ثانية فرح نضغط مرة ثانية على دائرة وننزل للأسفل بننزل لاحد ملف ماس ونضغط أيضا دائرة مرة ثانية وننزل لاحد ما نصل ملف تحت اسم فانتونا بنضغط على R1 فمننزل لاحد ما نوصل كلمة كوبي زي ما انتم ملاحظين على اليمين بنضغط دائرة فبنطلع على الأعلى بيكون فيه نقطتين بنضغط عليها عشان نرجع للخلف طبعا إذا كان عندكم الميموري موجودة في البلاي ستيشن في المدخل رقم واحد رح تكون في MC0 وإذا كان عندكم الميموري موجودة في المدخل الثاني رح يكون MC1 طبعا أنا موجود عنده في المدخل الأول يعني تحت MC0 فبنضغط دائرة هذه هي الملفات الموجودة داخل الميموري رح نضغط مرة ثانية على كلمة R1 ونعمل اللي هي PSU بيست في هذا المكان فبنضغط دائرة زي ما انتم ملاحظين بيسوي بيست في الميموري ستيك فرح ننتظر لاحد ما يتم عمل بيست الأفضل إنه يكون أقل شي موجود في الميموري مساحة 2.5 ميجا بايت عشان نقدر نحط هذا الملف داخل الميموري الخاصة في البلاي ستيشن 2 طبعا بعد ما انتهينا من هذا الخطوة رح نرجع مرة ثانية ونضغط على الملف الموجود عليه نقطتين في الأعلى ونضغط على دائرة عشان نرجع للقائمة في الخارج ونرجع نعمل ريستارت مرة ثانية لجهاز البلاي ستيشن فبعد ما عملنا ريستارت للجهاز بتستطيع انكم تشيلوا الدسك الخاص في البرنامج من البلاي ستيشن فقط الميموري واليو اس بي تكون موضوعة في الجهاز زي ما انتم ملاحظين اشتغل الجهاز بشكل طبيعي فمنضغط X وندخل على براوزر ملاحظين موجود عندنا الميموري ستيك نرجع وندخل على الميموري ستيك مرة ثانية فبيكون شوي شكلها غريب ملاحظين في منطقة فراغ في هذا المكان مكتوب عليها اللي هي كورابت الداتا يعني ملفات مضروبة بنرجع ونضغط دائرة ومنضغط دائرة مرة ثانية بتلاحظوا الفري مكبوت صار بيشتغل على جهازنا وبالوقت الحالي انجحنا في تعديل جهاز البلاي ستيشن 2 ثالما انتهينا وحمالنا اللي هي فانتوني على الجهاز اتمنىكم استمتعتوا في الفيديو لكن نصيحة اذا ما اشتغل معاكم الفانتوني من خلال اللي هي الديسك واليو اس بي يعني هذه الخطوة اللي ابتصلوا لحد ما توصلوا انكم تشغلوا البلاي ستيشن 2 اعملوا ريستارت اكثر من مرة للجهاز لان انا صراحة ما اشتغلت معاي من اول مرة يعني اعملت ريستارت اكثر من مرة فهذا اشي طبيعي لحد ما تطلع معاكم هذه القائمة وتوصلوا لحد خطوة انكم تحملوا الفانتوني على البلاي ستيشن 2 اتمنىكم استمتعتوا في الفيديو واذا كان عندكم اي اسئلة استصعبتوها في خلال هذا الشرح اتمنىكم تبتبوها في التعليقات اتمنى ايضا انكم ما تنسوا الاشتراك في هذا القناة وايضا اذا كنتوا حابين تعرفوا كيف طريقة تحميل الالعاب على البلاي ستيشن 2 ان شاء الله رح يكون في فيديو ثاني بالتفاصيل طريقة تحميل الالعاب على الفانتوني فاتمنىكم ما تنسوا الاشتراك مرة ثانية واذا كنتوا حابين تعملوا لايك لهذا الفيديو وشير أتمنى أنكم لا تنسوا هذا الموضوع وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانية اشتركوا في القناة